ركز معايا بقى طيب لا ركز معايا بجد ماش ده عاجل الاهلي بيطلب بصي بقى بيطلب مواجهة ايستر كامباني في بدون الدوليين في فترة التوقف حق لا ما هو بيريح لك عود الدنيا هو لا يعرف اللي ما بين السطور طلب النادي الاهلي من ربطة الاندية المحترفة الموافق على تأجيل مباراته مع ايستر كامباني والمحدد اللي هي يوم 25 وده بسبب مباراته ها ها لب لب مع الوداد المغربي في نهاية البطولة بدون بص بقى خد بقى ركز سوف يكون بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية خد بالك ركز معايا معنا مركز عشان أفسر لك بدون الاستعانة بلعبيه الدوليين خلاص إذا لم يوافق الجهاز الفني على مشاركتهم بعد التشاور معاه في الأمر خلال فترة المجبلة لا معنا لازم أفصل للناس لو أنت عندك تفسير نادي لو عنده أكتر من أربع لعيبة دوليين ما يلعبش المباراة حقه حقه القانوني ما يلعبش المباراة لو أنت عندك الأهل عنده تمانية تسعة تمانية سواء إذا هذه المباراة لن تلعب في هذا التوقيت ده جواب نهائي معايا معاك معاك يعني تاني الأهلي طلب أن الطلب مشروع أنا يا جماعة مش عايزة ألعب المباراة دي هلعب المباراة دي في التوقف أثناء الأجندة الدولية طيب نيجي بقى للأجندة الدولية ما ليها قوانين وليها برضو رولز وليها حاجات كتير جدا فأصبحت غير مشروعة لأن أكتر من أربع لعيبة دوليين في نادي خلاص يحكي له المباراة ما يلعبهاش طيب والنادي اللي بيعمل كده وييجي بعد كده يطالب بعد كده أقول لك أنا أخطر ما خلاص ما هو مش ينفع طيب خلاص يبقى البيان ده مالوش ما هنقعدين ليه عشان نفاصل سواء يبقى البيان ده مالوش أي قيمة لا يعني اللي بيفهم لا ما أنا بقول لك يعني أنت متحكوش عن ناس بق ما أنا بقول لك أنت عندك أكتر من تمن لعيبة دوليين أصلا مباراة ما لغية طيب أنت بتطلب ليه بقى بالبيان ده يعني هو هيجي دلوقتي التحاد الكرة يقول له إيه يا أهلي اتفضل إلعب يوم 14 إيه لا لا شكرا مش لها ده أنا عندي أكتر من أربع لعيبة شكرا طيب ما كده وما يقدرش التحاد الكرة يقول له بيم يقول له أي حاجة يقول لأن اللوايا يحبط اللوايا يحبط قول كده لأ هو بص أنا بصراحة يعني أجل المباراة دي لأن المباراة دي لأن المباراة دي مش هي نهاية الدوري فنأجلها بطيب خاطر مش زبط كده يعني أجلها وفي أي وقت يتلعب بس هي مش هتتأجل لأ لازم تتأجل أنا بكلمك لأنه إذا مش عادي نركب دماغنا يعني حاجات جمدة لأ ما ما منجيش بقى إذا ما بيقوله بقى مش عارف إيه ونتصدر لأ إحنا دي مباراة مصرية للنادي الأهلي ولو عمل أنه هو خاد التالت هتبقى تاريخ ولازم نادي الأهلي يحس أن مصر كلها وراء لا أو لازم أن أنت تعرفه كمان أن سيبك كمان إن النهائي هناك في المغرب لا أنت كمان بتساعده من هنا يعني أنت بتقدم له العون والمساندة عشان أنه هو في مهمة قومية الكلام ده مش كلام شعرات أنا بكلمك أكسم بالله من قلبي بجد موسيقى